مد شوية ما تستنتعش حاضر يا معلم ايه ده؟ هو ده المكان؟ هو يا فنان يعني انت متأكدين ان هو ده المكان اللي انتو خطفين فيه بايومي؟ تفتكر يا معلم ان اقول حاجة جديدة وبعدين يعني احنا نقدر نشتغلك بعد اللي عملته فينا؟ ايه العنف ده يا فنان؟ مرزق من يومك يا بايومي اه يومي يختفوك يخبوك في نادي بس الحمر اللي عمل لكو التشطبات دي حمر قوي اه يا معلم هو كان وات شاب صغير كده كان اسمه حاجة اسعى ابراهيم اسعى ايوه ده ابني الله ينور عليك ابراهيم الله ينور عليك بس في شوية تفنشات كده هعملها لك انا بعد ما انخلص الليلة بتاعتنا دي يعني مثلا الحطة دي عايزة واد مبايض بحرة على الرواءان كده اه انما معلم بالمرة كده وانت بتعايم معلش السعف بتاع المكتب بينشى علي مية في الصيف طب ده كويس بس هعملهولك هعملهولك اه فخر والشطفة بتطلع مية سخنة نار لدرجة ان احنا بنخش الحمام بنعمل عليها شاء بقولك ايه اسره من الاخر فين بايومي موجود يا فنان موجود يا ريتاش ريتاش ايه يا سيد في حاجة فين بايومي موجود موجود خد يا فقر البس ده ليه يا اختفي البس واخلص حاضر يا معل بسرعة حاضر الله تعالى يلا اضيف جمز يا حيزني ابا بهلول من دول ابا بهلول في حد دسلك على طرف فيهم حد ديقك هوجن هوجن انا فرقت على هوجن يا هوجن يا ابني العزوبة ضربيني لا شعيح ضربوني ضرب يعني يا هوجن هم العزوبة دي اللي ضربوني يا هوجن هو مين ده ده بايومي فقاد بس هادلوقتي متقمس هوجن اه اه هو بايومي فقاد بس بقولك ايه هتقول لي هوجن هتقول لي جون سيمة هاخده معايا زي ما هو كده وانا ماشي مش حسيمة خده يا فنان هتوى رجالة بس براحة عليه براحة عشان الأردن بتاع بوكرة ده ما تضربش والآن مع بطل الأبطال شجية الشجعان في قوة ألف راجل انه غوجن وهنا انهي جلانت فيكم اللي داي أبا بهلو يا طرانتا ولا انت ولا انت لسه عايزه يا فنان لا خلاص ما يزنديش طب يا جماعة استأذنكم انا بس انا عنده قاعد برضو يعني السقف اللي بينشع ده هعملهولك والشطاف الشطاف ده اخليه سخط وبارد يعني عشان يبقى تعرف تعمل شعب راحتك اسلام عليكم تكل الله تكله علنته كمان شوفت يا بابا هلول شوفت الجالانت اللي دايك ده عملتينك فيه ايه اني تحت امرك تقمرش باي حاجة تاني يا بابا هلول تسلمني يا هوجة يا بني تسلمني الى اي حروسك من العين يا هوجة بس بس يا بني انت لازم نهرب دلوقت ايه البوليسي اجيد هيقلب عليك الدنيا يا هوجة حاضر حاضر مع الزلامة الله يسلم مع الزلامة يا هوجة الله يسلم بس في شوية تفنشات كده هعملها لك انا بعد ما انخلص الليلة بتاعتنا دي يعني مثلا الحطة دي عايزة واد مبيض بحرة على الرواءان كده او انما معنم بالمرة كده وانت بتعايم معلش السعف بتاع المكتب بينشى علي مية في الصيف طب ما دا كويس بس هعملهولة هعملهولة اه فخر والشطفة بتطلع مية سخنة نار لدرجة ان احنا بنخش الحمام بنعمل عليها شاة بقولك ايه اسره من الاخر فين بايومي موجود يا فنان موجود يا ريتاش ريتاش ايه يا سيد في حاجة فين بايومي موجود موجود خد يا فقر اللبس ده ليه يا اختفي البس واخلص حاضر يا معل بسرعة حاضر لا تعال يلا اضيف جم يا حيزني ابا بهلول من دول ابا بهلول في حد دسلق على طرف فيهم حد ضيقك هوجن هوجن انا فرقت على هوجن يا هوجن يا ابني العزومة ضربيني لا شعيح ضربوني ضربيني يعني يا هوجن هم العجابة دي اللي ضربوني يا هوجن هو مين ده ده بايومي فقاد بس هادلوقتي متقمس هوجن اه اه هو بايومي فقاد بس بقولك ايه هتقوللي هوجن هتقوللي جون سيمة هاخدوا معايا زي ما هو كده وانا ماشي مش هسيمة خدوا يا فنا هتوى رجالة بس براحة عليه براحة عشان الارضن بتاع بوكرة ذا ما يضربش وانا مع بطل الابطال شاجية الشجعان في قوة الف راجل انهو غوجة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خلاص ما يلزن ديش طب يا جماعة استأذنكم انا بس انا عنده قاعد برضو يعني السقف اللي بينشع ده هعملهوه لك هو هو والشطاف الشطاف ده هخليه سخته وبارد يعني عشان بقى تعرف تعمل شاي براحتك السلام عليكم تكل على الله تكلوا علنته كمان شوفت يا بابا هلول شوفت الجالانت اللي دايك ده عملتينك فيه ايه اني تحت امرك تقمرش باي حاجة تانية يا بابا هلول تسلمني يا هوجن يا بني تسلمني الى هي حروسك من عين يا هوجن بس بوزي يا بني انت لازم نهرب دلوقتي ايه البوليس اجيد هيقلب عليك انت يا هوجن حاضر حاضر مع الزلام الله يسلم مع الزلام يا هوجن الله يسلم ماشته ليه ده كان دمه خفيف قوي بيدحكني كويس النغار لما يبقى وحشك بيتفرجع كابتن أنوش مهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع السحاوي ده هنعمل ايه في موضوع السحاوي احنا بعض الفرادة اللي احنا شفناها دي هنم تلتة ايام نصحى بقى نشوف هنرجع للسحاوي فلوسه نقتله نشوف هنعمل ايه وعلى الله حدي يصحيني وانا نايم على الله يلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءاا ده أمي عملتنا عشورة يا حجة يا حاضر ما تحرمش منك time out time out time out برافو برافو يا بنات قعد يا نجم دي جد مبسوط من نجو جدا جدا نفستو التعليمات بالسانتي وبالذات بقى اريتاج عملت كل اللي قلتنا عليه بالزبط بس يا حطي ثلاث جوابوك حاضر يا كابتن شوفه انا مكنتش عارف انك مغوبة كده اريتاج انت بتعرفت عمل اي كمان بعرف فاروس بس انت مش هترضى بعد اللي شوفت النهاردة ده انا مش هرفضلك طلب ايا جماعة اللي جرى فين الحماس تعالي تعالي بس انا عايزك تكسريها 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 يلا 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 روك ها Watts تكسريها 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 تكسويها فاروس كيب تكسريها وتكسريها هامت هاجرو بطب فاكت هامت هاد يعمل كده في الصاروخ بتنده عليا الحاج خليكي في العشور يا الحاجة صاروخ يلهفك انا ما عملتش اجه باشا انا ما عملتش اجه يا فخ انا لو اكن مش اعلون يا فخ صمح يا فخ شو عم تقولها المقبولة يلا شد منه له شدي ايه بناك كله مروأ طب يلا بيني هين الوضع؟ ايوه مش ويش بش ويش بس انا عربط وارك ها ريتاج عاملة ايه النهاردة اخبار مش لطيفة يا فخر نزلق غضروفي في الربة فيش حاجة اسمها نزلق غضروفي في الربة اللي انزلق الغضروفي ده بيجي في الظهر ومتقوليش اخبار مش لطيفة يا فخر عشان يباني ان انت فاهم يعني اقعد انت بقى التاريق عليا وامسك في التفاصيل الصغيرة وصيب المشكلة الكبيرة عندك حق ده بقى موت وخراب ديار بيتاجت ثابت وبطت قبض عليها واخسرنا الفلوس بس بغض البصر عن كل ده بنات انا فخور بيكم لا بجد فخور بيكم احنا صحيح خسرنا الماتش وخسرنا البطولة وخسرنا كرامتنا بس كسبنا نفسنا وانا متأكد اننا لو كان معانا خمس دقايق زيادة خمس دقايق زيادة بس كنا كسبنا الماتش ده بس اقولي هي الرياضة كده غالب ومغلوب بس 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 خد يلا تعالى خد يلا انت ابني مش مدارب بس خد ازي ما تعرفش ان البس خد اربعة شوات لا سيبك من ده ده ضيع عمر كله وفلوس السحوي اللي سرقها وهرب بيها على اللعبة هو مش عارف قوانينها هيه خلصتو؟ قطمتو فيا بدل ما تحمدو ربنا ان هو بعثت لنا فرصة تانية من جديد؟ خلصتو؟ قطمتو فيا بدل ما تحمدو ربنا ان هو بعثت لنا فرصة تانية من جديد؟ فرصة ايه؟ هنلعب ازي وإحنا نقصد اتنين؟ ما تقليش دي حل لها عندي بيت يا روكا مش شو فخر؟ معاك عدة الشغل؟ ما بتفرقش شانتتش يبقى على الله تسهيل يا أولاد الصيعة انت بتشتمنا يا حاج؟ هو ناظر هو عشورة عشورة علىكم حاضر 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 عشورة ربنا يهدك لارا مايا لارا مايا لارا راح فين راح فين يا تانية اياه افرب دياتكو دا جول بتاعنا الناحية التانية ايه دا؟ ايه في العداد معدش ليه؟ مش عاربت حسبت ناشلي ناشل حاجة ليش ما تحسبت عنا؟ بدنا نعرف شو اللي حصل دخلت باسكت في نفسكو احنا في الشوتي التالي بقدرنا الملعب دهو الموقع تلعاب وسطي كل ايه؟ مش إيه لك داوه اوه قبلها سيّة امتك يا طب امتك يا طب مايا قبلها فاق قبلها فاق طب 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 امتك يا طب امتك يا طب طب مايا شواء مايا لا راه ايه شدي هم تستهبلي ايه ايه خرابي ايه انت انت بتستهبلي ايه صلي عنا يا سيار بمعوش ايه انا عايز افهم ايه اللي انتو هتببتودة ايه واحنا اللي عادنا وحش زفت في الوقت مش قدامنا حال غير ان احنا نزبط الحكم ايه بس احنا ازاي هنزبط الحكم احنا معناش فلوس معناش فلوس بس معانا روك بيت يا روك ايش فخر معلش يا روك انا هضغط عليك انا عايزك ترجع لشغلانتك القديمة لا حد الله ما بيني وما بينها انا طبط خلاص انا مش حرج عامس حسللي ما انضب بيوت تاني ابدا يا بيت تفهمي انا بتكلم بعد ما البيت يتنضب شفقت مميسيو فخر ايه مادي بقى روكا اتي هتقدمي خدمة جليلة للفرقة ميا 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 انا اتحبن الفرق انا 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 ايه شو هذا شو فيه شو متأسدني ليه شو حلو مالك حبيبي شو حلو ايه فيه ايه مالك جبا ايه اختي مالي نتيب الرجل يشوف شغلو الله